يحنس وياكوبس يحنى ويعقوب الاثنين وامهم كمان هم التلاتة اتفقوا على شهوة ارضية او طلب ارضي او فكرة ارضية هم عايزين ياخدوا مكانة مع المسيح مش جزدهم في السماء خالص هم يقصدوا ان المسيح غالبا حسب تفكيرهم هياملوك زي داود النبي وهم شايفين الملوك داخلين وطلعين واللي معهم عليمين وعليسار ذو الحاجة عظيمة يبقى وزراء او مشيرين حاجة كده يعني فطلب ارضي صرف طلب من الارض طلب شهوة ارضية شهوة امتلاك مكانة او فلوس او دهب او اي عظمة في العالم وصراحة اللي يعرف المسيح بيبقى فكره يتغير اللي يعرف سيد المسيح ويحبه من القلب زي مارينة النهاردة عرفت المسيح فكل العالم بالنسبة لها بقى ايجال بقى زي بعضي كله مساوي بعضي يهمها بس السماء مارينة بنت غنية جالها غنى اكتر انها تبقى يعني امراض الوالي بتاع المدينة كلها عرض ساخر جدا جدا لكن هي مهماش لا مالها ولا جمالها ولا منصبها مقدمت حياتها للمسيح لان هي عينها على ما هو اعظم من الدهب وعينها على ما هو اعظم من الوزارة ولا الملك ولا بيوت الى اخره فكانت عينها عالية كلما الانسان يقترب لنور المسيح كلما يبص العالم منه صغير والنسامة كبيرة جدا جدا للأسف يحنى ويعقوب ابني زبدي ما كانوش كده كان لسه فكرهم في الاول يعني وده يورينا برضو طبيعة محبة المسيح او فهموا ضعفنا في البداية يعني هو فهم ان احنا عندنا ضعفات او ضعف البشرية دوت هو بيفهمه كويس لان هو لبس جسد بشري ما خلال خطية فهو فهم يعني ايه ضعف فهم كويس عشان كده بدينا عزر لما نسقط بس مش بدينا عزر لو ما تبناش يعني دينا عزر نحنا ضعفاء ماشي سقطنا ماشي بس يقولك لازم تقوم لابد انك انت ترجع وتقوم بسرعة عموما هم اللي تطلبوا طلب ارضي صرف طلب لا يرد المسيح ولا راحوا بس هو برضو ما كسفهمش ما قال لهمش ايه الكلام اللي تقوله دوت انا عمال اتكلم عن ملكوت وان الواحد يترك الكل وانه هو يسيب حتى اللي ليه لكن المسيح بطبيعته لما كان بيعلم ما كانش بيوبخ ما عدا المنافقين او الهم الكتب والفرسيين دول كان بيوبخهم عشان يصحوا من النوم يعني لكن الضعيف ما كانش بيوبخه كان بيعلمه حتى المرأة اللي امسكت في ذات الفعل جلها يا بنتي حد داني جلت لا ولا انا ايضا يا دينك ولكن اذهبي ولا تخطي ايضا يعني هو جلها انا مش هدينك بس بشرط ما تغلطيش تاني ما ترجعش اللي انت فيه خسارة ما تضيعش عمرك وقتك فالاتنين طلبوا والطلب برضو كان في نوع من الانانية الشديدة لانهما فضلوا نفسهم على مين على كور للعشر تلميس دع العالم كله عشان كده لما مرة كانوا مشين مع بعض بيتناقشوا من هو الاعظم في ملكوت السموات كان كل واحد بيقول انا طبعا بطرس يقول انا ويعقوب يوحنى يقولوا ده احنا بمسافة احسن من الكل يعني وكل واحد جال كده لكن بعد التنميز ما شافوا المسيح بيتصلب وبعد ما دام مسال ولما قام من الموت وبعد ما داجوا الابدية في روحهم كل العالم بجاء عندهم ايه ولا شيء عشان كده كلهم بدون استثناء ماتوا شهداء معادة يوحنى ويوحنى تقلم اكتر من الكل يوحنى الحبيب تقلم اكتر من الكل ده بعد ما اقترب للمسيح بعد ما فهم بعد ما دخل في عمق علاقته مع ربنا اصبح يوحنى دوت ولا شيء في العالم يستهوي لمال ولا جمال ولا مجد ولا كرام ولا فلوس ولا شهوة ولا جسد ولا شيء من ده كله لانه عارف المسيح عن قرب جدا شاف موته وشاف قيامته وفرح وتحول فرح يوحنى ويعقوب الى فرح روحي وطلبه من المجد اصبح طلب روحي تب ليه المسيح قال لهم ليس ليه ان اعطيكم الطلب دوت على يميني ويساري حتى لو في الابدية لان على يمينه ست الحضرة طبعا ومين على يساره حنى المعمدان فمحجوز المكان محجوز مش لهم هما مع عظم يعقوب يوحنى الروحية وانه هما من الرسل اللي احنا بنتعلم منهم لكن المكان دوت كان محجوز لاثنين غيرهم احباي خلوا طلباتكم روحية خلوا شهواتكم روحية وخلوا عينيكم على السماء اول مسيح ما يخش قلبك تتحول كل الدنيا دي كلها الى فرح وسلام مع الضيقات الموجودة ممكن يكون في ضيقات ممكن يكون في قلم او مرض او وجع لكن اللي ساني بفرحان فدور من فضلك على الفرحة الابدي دور على السلام الابدي دور انك انت تبقى متمتع بربنا تطلبش امور ارضية كتير يعني هو ربنا هيدها لك هيدها لك اللي انت عايزه ولو عايز تبقى زي ابراهيم غني جدا بس ما تطلبش الغنى ربنا بيدي بيدي ناس كتير غنى لكن الانسان لو طلب الغنى يوجعه الغنى جدا وخليه يمكن يبعد عن ربنا ويمكن ينسى ربنا ويمكن يخليه يعني ينسى الملكوت وحتى فكره يبقى مش في السامة خالص وشكده احباي اطلب اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم لالهنا كل ما اشترك راما من الانوان